كوليسترول حقيقة ام مجذوبة؟ كوليسترول مفيد ولا ضار؟ احنا ما بناش عارفين والله ده سؤال مهم يعني وده ياخدنا لحقيقة احنا لازم نعترف بيها كلنا ان ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش اي حاجة في جسمنا وهي مضرة يعني حتى القرآن بيقول ان كل شيء خلقناه بقدر صحيح وهدي حضرتك قبل الكلام عن الكوليسترول مثالين اتنين الزي ده ده دي اللي بتلتهب والدكاترة بيشيلوها دي ثبت بالدليل العلمي حديثا ان ممكن يكون لها بعض الفوائد السكر كلنا عندنا نسبة سكر في الدم بنستغل لها علشان نحرقها وننتج طاقة ونشتغل بس لو زاد عن حده هنا بينتج الضرر ده ينطبق تماما على الكوليسترول الكوليسترول مادة مفيدة الخلاة بتستخدمها الجسم بيستخدمها لانتاج الهرمونات ولكن لو زاد عن حده على المدى الطويل بيترسب في جدران الشرايين من جوة وممكن يعمل تصلب شرايين اللي هي ممكن بدورها تعمل بعد كده ازمات قلبية او سكتات دماغية النقطة اللي انا عايز الناس والسادة المشاهدين ياخدوا بالهم منها هو ان الكوليسترول مصنعه الاساسي في الجسم هو الكبد وبعد ما يطلع وياخد رحلته في الدم بيتعرض لكتير جدا من التفاعلات لحد ما في الاخر يتحول الكوليسترول ده لجزيئات صغيرة خالص قليلة الكثافة بنقول عليه الكوليسترول قليل الكثافة اللي هو بنشوفه كده في تحليل الكوليسترول مكتوب عليه ال دي ال او بنقول عليه بالانجليزي لو دينستي لايبو بروتين هو ده بقى اساس كل المشاكل لانه صغير الحجم سهل الترسب في جدران الشرايين وهو ده اللي احنا كده كترة او كنظام صحي عينينا كلها كل الوقت بتبقى عليه طيب